السؤال الذي سألت ونحن توبع تحت الهوى وانا سألتها كثير وانت سألتها وش الفرق بين مبارات الهلال ومبارات الخليج وش الفرق بينهم اربعين شوف الفرق انا قلت لك الحالة ذهنية كعداء الحالة الذهنية فرق لما تيجي مبارات الهلال تلعب امام منافس وانك انت ممكن تفوز على منافس فرق لما انك تلعب مع الخليج حالة ذهنية بس لا حالة ذهنية اكيد الاخطاء موجودة بس لما تكون الحالة الذهنية غير موجودة غير موجودة تكثر الاخطاء لكن لما تكون تركيز عالي يتقلل الاخطاء هل أنت مسجل اثنين اليوم اثنين صفر في بدأة المباراة اسهل سيناريو للشباب اسهل سيناريو للشباب في مبارات الموسم الخليج من اضعف الفرق تسجيلية في الدوري عندنا معناته ما نقلل من الخليج لكن هذا يدلك على الضعف الموجود على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الذهني والتركيز والشراز اللي ذكر في الاستفداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر